مولانا كيف يكون الفرار إلى الله انطلاقاً من التوبة؟ ما شاء الله سيادتك أجبت انطلاق من التوبة يبدأ الفرار إلى الله لذلك أول مراتب السائرين إلى الله هو التوبة التوبة ورد في الحديث التوبة الندم قال العلماء هذا تعريف الشيء بركنه الأعظم مثل الحج وعرفة يعني الركن الأعظم للحج وعرفة لكن الحج فيه أعمال أخرى والتوبة الندم الأعظم شيء في تحقيق التوبة هو الندم إذا الإنسان لم يشعر بأنه كان مخطئاً وعاصياً لله ونادماً كيف يتوب؟ لا يمكن أن يتوب إذن أول شيء أن أعلم أني مخطئ وأندم على ما فات قال العلماء وأن يصاحب هذا الندم مباشرة التوبة أن يصاحبه ترك الذنب مباشرة إن كان في أي معصية من المعاصي إن كان يأكل الربا يترك الربا يشرب الخم يترك الخم يكذب يترك الكذب أي معصية مخالفة يتركها مباشرة لأنه لا يمكن الإنسان يتوبين الله ما استغفرك وتوب إليك هو يستمر في المعصية لها ذاك المستهزي بربه لا أعتقد أن المسلمين يفعلوا هذا إذن ترك المعصية مباشرة مع الندم ثم العزم على أن لا يعود إلى ما كان الإرادة الإرادة والجزم والعزم لا يعود وحتى يستطيع هذا لا بد أن يفارق أهل المعصية ومن يأخذونه ويأتون به إلى المعصية إذا كان يعيش مع أهل الربا يفارق أهل الربا يعيش مع أهل الخمور يفارق الخمور ويغير الحلاس والجلاس يابتعي